استخدام اليد اليسرى أو الإيد الشمال بشكل أساسي أنا غلطة أو بمسك اليمين يعني الطفل الأشوال أو اللي بيستخدموا إديهم الشمال غير اليمين في حد ممكن يقول يعني هو ده موضوع يستحق أن احنا نخصص له جزء من حلقة الإجابة أيوة هتعرفوا ليه بقى لما تسمعوا الموضوع مبدئيا اكتشاف الطفل لإيدي حد ممكن يقول دلوقتي حال يعني اكتشاف الطفل لإيدي أيوة اكتشاف الطفل لإيدي من أهم الحاجات اللي بتحصل للطفل خلال الشهر السادس واكتشاف الطفل لإيدي دي معناها إيه معناها أن الطفل طول الوقت باصس ناحية إيديه وإيديه دي بتتحرك ولكنه غير مدرك أن إيدي دي تبع جسمه يعني هو فاكرها حاجة خارجية عند الشهر السادس بيبتدي الطفل يتأكد أن إيدي دي امتداد طبيعي لجسمه ومش بس كده أنه هو كمان اللي بيتحكم فيها وهو اللي بيجبها يحركها هو اللي بيرفعها هو اللي بينزلها وهكذا فاكتشاف الطفل لإيديه بيحصل خلال الشهر السادس بيعقبه على طول تطور كبير جدا في المهارات العقلية عند الأطفال وهو بداية التدريب على استخدام الأصابع وهذه المهارة من المهارات القوية جدا والراقية جدا جدا في التطور البشري وطبعا عند الأمات والأباء بقى لها مسميات تانية خالص اسمها خلوا بالكوا اوعوا تسيبوا حاجة في الأرض أو متسابة أو حاجات صغيرة أو حاجات أجزاء سيسهل تفكيكها لأنه هي دي برضو الفترة اللي معظم الأطفال بيبدأوا فيها مهارة الزحف إذا زحفوا لأن في أطفال مش بتسحفوا ده طبيعي يعني أن الطفل يسحف أو ما يسحفش ده طبيعي فبيتزامن بداية مهارة الزحف مع بدايات استخدام الأصابع عند الأطفال وما قدراكم ما هذه المهارة بقى بتلاقوا الطفل شايف حاجات غير اللي احنا شايفينها لأن البروسبكتف بتاعه أو الواجهة النظر بتاعته مختلفة خالص عننا يعني احنا ممكن نقف كده ونقول آه تمام مكان آمن كله تمام لا لازم ننزل كده على ركبنا ونبص تحت الكنبة ونبص تحت السرير ونبص تحت الكرسي حاجات اللي احنا مش شايفين بقى لأن الطفل بقى تحت هو ده الفيلدوف فيجن أو هو ده مجال الرؤية بالنسبة له فتلاقوا بقى بيجيب حاجات لا تخطر ليكم على بال بخلاف بقى أن أي حاجة يسهل تفكيكها الطفل بيعتبر أن ده تدريب مش غلاسة علينا ولا حاجة هو بيبقى هم الرئيسي أنه يبتدي يفك الحاجات من بعضها